السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا شباب عاملين ايه? انا ابراهيم رفض زميركم في الفرقة الرابعة. وان شاء الله هنشرح مع بعض اه جزء من الامبريولوجي. هيبقى في مراجعة بسيط على الفيرتليزيشن والويكس بتاعت البريجنانسي. وخلال المحاضرة الاولى دي انا هتبقى المراجعة على الفيرتليزيشن والفيريست ويكوف زاق البريجنانسي. اه هنبدأ بالفيرتليزيشن. ايه هو الفيرتليزيشن اصلا? الفيرتليزيشن يعني الاخصاب. وده اللي خدناه في في السنوي عبارة عن اندماغ الحيوان المنوي مع مع البويضة. يبقى هو في يوجن او زميل اند في ميل جيرم سيلز اللي هي حيوانات الحيوان المنوي والبويضة اللي هو سبيرم سبيرم اند ساكندري او او صيد. طيب ولما يندمجوا مع بعض هيعملولنا ايه? هيعملولنا الازايجوت. يبقى ازا هو عبارة عن الاندماج او الفيرتليزيشن في مع الازايجوت. والفيرتليزيشن ده بيحصل في مكان معين من يوتراين تيوب اسمه اسمه الامبلة افزا يوتراين تيوب. يعني الجزء المنتفخ من يوتراين تيوب. هذه عندنا اله دياة الى تيوبة هيعمل على بعضها. بيحصل هنا اللي هي انطقة اسمها الامبلة افزا يوتراين تيوب. بس هو الفيرتليزيشن ما بيحصلش في مرة واحدة كده لأ ده فيه ستيبس الاول او مراحل بتسبق عملية الفيرتليزيشن اللي هي عبارة عن تهيئة للسبرم عشان يقدر يخترق البويضة وبعد كده فيزيس بتاعت الفيرتليزيشن طيب ايه هي بقى الستيبس بتاعت الستيبس بتاعت السبيرم اول حاجة اسمها ريسيتيشن يعني رفع كفاءة الحيوان المنوي عن طريق اللي احنا بنسيل الجلايكو بروتين كوت اللي على الهيد اوفزا سبيرم عشان يقدر يخترق البويضة تاني حاجة اسمها الاكروزوم الري اكشن وديا المرحلة اللي بيتم فيها افراز الهيرمونات او افراز الانزيمات من 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 السبيرم عشان يقدر يخترق او يساعد في عملية اختراق البويضة يباديا الستيبس اول حاجة اللي هي الريسيتيشن اللي هي رفع كفاءة الحيوان المنوي والنقطة التانية اللي هي اللي هي اللي هي الهياليورنديز والاكروزين اند تريبسين طيب احنا عرفنا دلوقتي التعريف بتاع بتاع الفيرتليزيشن وعرفنا بيحصل فين وعرفنا طيب ايه الفيزيز بتاعت الفيرتليزيشن الفيزيز عبارة عن تلاتة فيزيز اول حاجة ده عبارة عن غشاء او غطاء موجود حوالين الحيوانات المنوية بتتجمع حواليه وبتفرز الهيرمونات اللي هو الهياليورنديز اللي بيساعد في اختراق الكورونا راديات يبقى اول فيز تاني حاجة احنا عمدنا هنا في الانزيمات اللي احنا قلنا عليها الهياليورنديز والتريبسين والاكروزين دي بتختارك واحد اللي هو الهياليورنديز دي بتختارك الكورونا رادياتا والاكروزين والتريبسين دي بتتجمع حوالين الحيوانات المنوية بتتجمع حوالين السكندري او صايل وبتفرز الاكروزين والتريبسين فبيساعد على عملية اختراق الحيوان المنوي للبويضة يبقى تاني فيز اسمها طيب تالت فيز بقى اللي هي الفيوجن اوفزا سبيرم اند اوفم احنا بقى اختراقنا بقى الكورونا رادياتا واختراقنا الزونا بلوسدا ما بقاش قدامنا مرحلة اللي احنا ان السبيرم يتحد مع الاوفا ادي عندنا السبيرم هو سبيرم فيه كزا واحد بيحاول يدخله لغاية تم واحد دخل ادي الواحد اللي دخل هو ادي السبيرم دخل مع موجود مع الاوفا هو اه كونا اتحده مع بعض وكونا الزيجوت يبقى الفيزز بتاعة الفيرتليزيشن او الحاجة وبزكرونا رادياتا بعد كده بعد كده الاتحاد اللي هي السبيرم مع الاوفا توفورم الزيجوت طيب احنا خلصنا الفيزز بتاعته ايه الريزلت بقى ايه النتيجة اللي بتحصل الفيرتليزيشن عملنا الفيرتليزيشن ده ليه عشان اول حاجة اه او الريزلتز بتاعت الفيرتليزيشن اللي هو يعني الزيجوت يتكون الزيجوت يتكون تاني حاجة احنا بنستعيد العدد الكامل من الكروموسومات كلنا عارفين ان احنا عندنا السبيرم فيه نصف عدد الكروموسومات 22x او 22y والاوفا فيها 22x فهم بيتحدوا مع بعض بيرجعوا لك العدد الكامل من الكروموسومات 44x او 44x او 44xy طيب احنا اول حاجة عرفنا ازاي جوت يتكون وعرفنا اللي احنا استعدنا العدد الكامل من الكروموسومات 46 كروموسوم والنقطة التالتة اللي هو تحديد نوع الجنس او تحديد نوع اسอكس ازاي بقى احنا قلنا احنا اربعة واربعين اكس وي فور ميل واربع واربعين زائد اكس اكس فور في ميل. اذا الريزلتس بتاعة الفيرتاليزايشن اللي هي فورميشن اوف زا زايجوت واستعادة العدد الكامل من الكروموسومات اربعة وستة واربعين كروموسوم والديترميناشن بتاعة ال ايه السكس حددنا نوع ال ايه السكس سواء كان ميل اربعة واربعين زائد x y او في 144 x x واخر ما اخر result من الفيرتريزيشن اللي هو الكليفج او سيجمينتيشن اللي هو القسام ودي اول مرحلة من مراحل الفيرست ويك او زا بريجنانسي اللي هي الكليفج او سيجمينتيشن الكليفج او السيجمينتيشن يعني انقسام يبقى الكليفج او سيجمينتيشن يعني serious of the mitotic diffusion of the zygote يعني عبارة عن سلسلة متتبعة من انقسام الزيجوت داخل اليوترين تيوب احنا قلنا ان الفيرتريزيشن بيحصل في الايه في الانبولة فالسيجمينتيشن او الكليفج ده اسمه عبارة عن سيجمينتيشن يعني سلسلة متتبعة من انقسامات الزيجوت داخل اليوترين تيوب طيب هو هينقسم الزيج اولا الزيجوت بيبقى كان خلية واحدة بعد كده انقسم إدانا خليتين بعد كده إدانا اربعة بعد كده تمانية بعد كده الغاية تم وصل او 16 سلسلة طيب احنا استفادنا ايه بقى ام وصلنا للسكستين سلسلة كونا حاجة اسمها موريولا موريولا هذه موريولا يعني ايه موريولا يعني دين دين نتيجة الإنقسام او نتيجة الكليفج بتاعتنا. وتكوين السيكستين سيليستيج. السيكستين سيليستيج ديان اسمها موريولا. يبقى. يبقى عندنا دلوقتي الموريولا هي عبارة الموريولا. ديان عبارة عن سيكستين سيليستيج. ذات ريزلت فروم يعني بتانتو من من طيب وديان بتبقى في اليوم الثالث. يبقى ازا الموريولا ديان بتتكون في الايه? في اليوم الثالث. يبقى دلوقتي عرفنا الموريولا ديان عبارة عن سيكستين سيليستيج يعني ستاشر خلية. وديان بتحصل في اليوم الثالث. وكده كده دلوقتي موجود عندنا الزونابي لسودة. احنا عندنا الكورونا رادياتها اتشالت وحصل لها ديسقبير يعني اختفت. لكن الزونابي لسودة اللي هو الغشاء التاني لسه موجود حوالين الموريولا. يبقى الموريولا ديان سيكستين سيليستيج اتكونت في اليوم الثالث. سيكستين سيليستيج اتكونت في اليوم الثالث. ومتحوطة بالزونابي لسودة. طيب هي ادي صورة تانية ليها برضو. دي اول حاجة عندنا عندنا هنا ازايجو. ثم تحوط بالزونابي لسودة. بعد كده حصل انقسام حصل الانقسام. كونا سيليستيج. دي سيليستيج. بعد كده بعد كده تمانية بعد كده ستاشر. الستاشر سيليستيج اسمها الموريولا. الموريولا ديان بتتكون في اليوم الثالث. وبتتحوط بالايه? بالزونابي لسودة. لسقطة هي سيليستيج ل Gottes. هذه سيليستيج تحتوي على سكستين سيليستيج. طيب هي هي ديان بتتكون من ايه اصلا الموريولا؟ الموريولا لها اوتر اوتر силь ماس و Iraner сил ماس. الاوتر سل ماس ديان ديان وسيليستيج يدخل في تكوين البلاسينطة والانير سل ماس ديان بيدخل في تكوين الجانيد. الموريولا هي عبارة عن سكستين سيستيج بتتكون في اليوم التالت تتليها اوطر الصل MAS وانر سل MAS الاوطر سل MAS ديا بتدخل في تكوين البلاسينتة والانر سلмиاس ديا بتدخل في تكوين الامبريوم طيب وكذلك الزونة بلوسيدة بتفضل موجودة حواليها الزونة بلوسيدة دي بتفضل موجودة حواليها عشان لها فانكشن انا هنقولها دلوقتي بعد ما خلصنا مرحلة الموريولا بيحصل في تطور ونمو تاني المرحلة اللي بعدها اسمها بلاستيولا بعد كده البلاستيولا او البلاستوسيست يبقى ايزا المرحلة اللي بعد الموريولا اسمها البلاستوسيست او البلاستيولا دي ايه اللي بيحصل فيها هي هي نفسها الموريولا بس عندك بيتكون كافيتي الكافيتي اللي جوه اسمه بلاستوسيل بلاستوسيل يبقى عندنا المرحلة اللي بعدها اسمها البلاستوسيست البلاستوسيست او البلاستيولا وديا بتبقى في اليوم الخامس بيحصل فيها ايه عندنا بيتكون كافيتي في النص احنا قلنا في الموريولا بيكون عندنا اوتر سلماز دي بتدخل في تكوين البلاسينتا والانر سلماز دي بتدخل في تكوين الامبيريو وبينهم كافيتي اسمه بلاستوسيست كافيتي او البلستوسيل يبقى اسمه بلاستوسيست كافيتي او البلاستوسيل وعندنا انر سيلماس او الامبريو بلاست الانر سيلماس او الامبريو بلاست دي ان هي اللي بتكون الامبريو يعني هي اللي بتدخل في تكوين الخلايا والانسجة بتاعت الجسم قول عندنا الاوطر ادي الاوطر سيلماس او اسمها تروفو بلاست يبقى اذا البلاستولاديا بتتكون في اليوم الخامس ليها اوطر سيلماس اسمها تروفو بلاست وليها انر سيلماس اسمها الامبريو بلاست اللي هي الخلايا الزرقاء وبينهم كافيتي اسمه بلاستوسيل او بلاستوسيست كافيتي البلاستوسيست كافيتي ده بيدخل من خلال الزونابلوس ده كل ده ولسه الزونابلوس ده موجودة برا هو بيدخل من خلالها عشان يغزي الانر سيل ماس ويغزي الاوتر سيل ماس. ده البلاستوسيست. ايبه الديفولوب منت بتاعت البلاستوسيست اول حاجة عندنا بتكون عندنا الموريولا حواليها الزونة بيليست ده. بعد كده بتتحول الى بلاستيولا او بلاستوسيست. البلاستولا او بلاستوسيست ديان بتتكون من ايه? اي بدي processed cells arranged into masses. اول حاجة الاوتر سيل ماس. ديان اسم ها الاوتر سيل ماس اسمها التروفوب لاست. ديها الرقم واحد التروفوبلاست. وعندنا الانر والاوالا والانر والانر السيل ماس اللي هي بتكون الانبريو الانر السيل ماس اللي هي بتكون الانبريو اهيا او اسمها الانبريو بلاست استيضا junition differentiation أو تطور تاني للخلايا اللي هي اللي هي الخلايا اللي بر اللي هي الأوترس الماس بتدي لك حاجتين اسمعهم سيتو تروف بلاست وسانسيتيو تروف بلاست يبه هي بتدينا نوعين من الخلايا التروف بلاست بتتطور لنوعين من الخلايا اسمهم سيتو تروف بلاست وسانسيتيو تروف بلاست سيتو تروف بلاست وسانسيتيو تروف بلاست التروفية بلاست دي يم تبقى ناحية جوة هي الطبقة اللي جوة التروفية الأفضل Rust تبقى جوة والسلسات بتبقى بتبقى برا إذا نحن دلوقتي كوننا البلاصتوسيست خلصنا تكوين البلاصتوسيست أو البلاستولا البلاستولا دي بتتكون من من أولئر سيلماس وإنر سيلماس وكافتي الأوتر سلماس اسمها تروفو بلاست تروفو بلاست وبعد كده بتنقسم منوعين من الخلايا سيطو تروفو بلاست وسنسيتيو تروفو بلاست وعندنا الإنر سلماس أو الإمبيريو بلاست ودينا اللي بتدخل في تكوين الجنين وعندنا البلاستوسيل البلاستوسيل أو البلاستوسيستيكافيتي أنا قلت لكم أنه الزونة بلوس ده كل ده لسه موجودة بره لهي الطبقة السميكة بره دي ديان الزونة بلوس ده بتفضل موجودة بره طب هي بتفضل موجودة بره ده كله ليه أكيد لها وظيفة هتبقى موجودة عشانها أول حاجة هنا عندنا إزاي قد بيكون بيكون خلية واحدة بعد كده خليتين بعد كده أربعة بعد كده ستاشر بعد كده بيوصل للبلستوسيل ديان الخلية ما تكون واحدة بيكان حجمها كبير حجمها كبير بعد كده صغر 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 فهي بتحافظ على إن الخلايا تصغر في حجمها بتحافظ على إن الخلايا تصغر في حجمها جواها فبتتقرب للحجم الطبيعي من الخلايا يبا هي بتحافظ أو بتخلي الخلايا تقرب من الحجم الطبيعي من الخلايا اللي هتدخل في تكوين الجسم الحاجة التانية إن هي بتخلي الخلايا اللي جوه اللي هي الإنرس الماس أو الأوترس الماس ديان متجمعة طب إحنا نستفاد إيه من تجمعه من تجمع الخلايا اللي جوه ديان هتكون الجنين والخلايا اللي برا هتكون البلاسينتا لو الزونة بلوسدة او الغطاء ده مش موجود الخلايا دي هتبقى متنثرة داخل اليوترين كافيتي وداخل اليوترين تيوب وبالتالي مش هيتكون الامبيريو اذا احنا خدنا وظيفة لها ان هي بتصغر حجم الخلايا فبتقرب للحجم الطبيعي من الخلايا بتاعت الجسم والحاجة التانية ان هي بتحافظ على ان الخلايا يصغر حجمها وتاني حاجة ان هي بتحافظ على ان الخلايا متجمعة مع بعضها تالت وظيفة لها ان هي بتساعد في النيوتريشن بتاعت الخلايا الاوتر سلماس والانر سلماس عن طريق ان هي بتسبح بمرور الغذاء او بتسمح بتكوين الكافيتي اللي هو اسمه البلاستوسيل فده بيغز الاوتر بيغز الانر سلماس والاوتر سلماس كمان برضو لها وظيفة في الاول خالص ان هي بتمنع دخول اي سبيرم تاني يبقى اما في البروسيس او العملية بتاعت الفيرتليزيشن او لما يدخل او لما يدخل سبيرم الزونابلوسيدا دي بتقفل فبتمنع دخول اي سبيرم تاني يبقى احنا دلوقتي اخدنا اربع وظائف للزونابلوسيدا اول حاجة لها ان هي بتمنع دخول اي سبيرم تاني داخلها تاني حاجة بتصغر حجم الخلايا من اثنين لاربعة لستاشر دي ان حجمهم بيصغر جواها فديا بتقرب للحجم الطبيعي من الخلايا تالت حاجة ان هي بتحافظ على الخلايا مجتمعة مع بعضها فبالتالي يتكون الجنين اخر حاجة ان هي بتساعد على تكوين البلاستوسيل او تكوين الكافيتي ده اللي بيغزل هي الاوتر سيلماس اللي هي الطروف بلاست والانر سيلماس يبقى كمراجعة اخر كلمة بسيطة على الطروف بلاست الستراكشور بتاعها كله بتتكون من انر سيلماس اسمها الامبيريو بلاست بتدخل في تجوين الكنين وخلايا من برسمها اوتر سيلماس او الطروف بلاست بتنقسم لنوعين من الخلايا اسمها سيتو طروف بلاست ناحية جوه وسانسيتيو طروف بلاست ناحية بره وحواليهم الزونة بلوسيدا ادي صورة دي فيها فيها الادل بويضة خرجتها هي بعد كده انتخطتها الفيمبيريا يعني الصوابع بتاعة اليوترين تيوب بعد كده خرجت ادي الاسبيرمس حواليها هي ده كده كونا الزيجوت كونا الزيجوت انقسم لخليتين بعد كده اربعة بعد كده 16 خلية حواليهم الزونة بلوسيدا وتكوننا الموريولا بعد كده كونا الكافيتي جوه الموريولا اسمه بلاستوسيل فبقى اسمها بلاستيولا او بلاستوسيست وبقى عندنا انر سيلماس اسمها الامبريو بلاست والاوتر سيلماس اسمها طروف بلاست يعني احنا دلوقتي وصلنا للمرحلة بتاعة البلاستوسيست وكوننا وشوفنا الفانكشن بتاعة الزونة بلوسيدا هندخل في المرحلة اللي بعدها اللي هي ايه بقى هل بقى البلاستوسيست ده هيفضل موجود كده متعلق في اليوترس ولا هيمسك في حاجة لا اكيد لازم يمسك في حاجة تخليه متماسك داخل بطنط الرحم فما يسهلش اللي هو يتحرك فبالتالي ممكن يموت الجنين او يموت الامبريو بسرعة فبالتالي بندخل للمرحلة اللي بعدها اللي هي اسمها امبلانتيشن يبقى احنا دلوقتي وصلنا للمرحلة الامبلانتيشن يبقى ايه هي الامبلانتيشن هي عملية زراعة البلاستوسيست عملية زراعة البلاستوسيست في الايه في اليوترين في اليوترين وال يبقى اذا ادي الامبلانتيشن الامبلانتيشن هي عملية زراعة العملية زراعة البلاستوسيست داخل داخل اليوترين وال ادي عندنا البلاستوسيست هيا ودي عندنا اليوترين كافيتي يوترين كافيتي يعني الفراه بتاع الرحم ودي اسماء او المكان بتاع الرحم ودي عندنا قادي البلاستوسيست ودي المكان اللي بيمسك فيها البلاستوسيست في الايه في اليوترينول يبقى احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة الامبلانتيشن اللي هي عملية امدنج امدنج يعني زراعة البلاستوسيست داخل الاندومتريام الاندومتريام بتاعة الايه يوترينول يبقى هي امدنج امدنج افزا بلاستوسيست انزا اندومتريام امدنج افزا بلاستوسيست انزا اندومتريام افزا يوترينول واما البلاستوسيست بيمسك في اليوترينول الاندوميتريام بيبقى له اسم تاني اسمه ايه اسمه ديسيدوى يبقى هو افطر complete implantation of the endometrium it is called the decidua يعني الاندوميتريام بعد اما البلاستوسيست تنزرع فيه بقى بيبقى اسمه الديسيدوى وديا لها حاجات هناخدها ان شاء الله كمان ايه كذا سلايد يبقى احنا وصلنا دلوقتي لمرحلة implantation وهي عملية زراعة او ending of the blastocyst داخل اليوترينول طيب هل بلاستوس هل implantation ده بيحصل على طول ولا لستفس او مراحل مراحل بيعيد تكرارها تاني اللي بيقولك ان البلاستوسيست دي بتهاجر كانت الاول موجودة هنا في اليوترينول في اليوترين تيوب بعد كده بتهاجر لليه يوترين كافيتي بعد اما بتهاجر في اليوترين كافيتي بتمسك في الايه في الايه في اليوترينول يبقى هي مسكت في اليوترينول بعد كده بتعمل كده زي بروسس او فنجر لايك بروجيكشن يعني زوائد زوائد بتمسك في الايه في اليوترينجلان يبقى هي بقولك البروسيس بتاعت او العمليات بتاعت الامبلانتيشن اول حاجة اللي هو المايجريشن بعد كده لن هي بتمسك في اليوترين وال وبعد كده بتعملك عشان تزيد من قوة التماسك الكلام ده بيحصل فين فيه بيحصل لك في مناطق مختلفة في اليوترين وال ولكن المنطقة الأساسية في الأبر بارت في الأبر بارت في الأبر بارت والمنطقة العالية البكتة المنطقة اللي لنظرح هذا الأنتريور وهذا البستيرير المنطقة اللي هو الأنتريور وهذا البكتة في الأبر بارت في الأ YouTubers نحنة دلوقتي عرفنا auditor الـها الثواتبة وتعلم نظرا ويعرفنا موجود الشكل التس incentivيز وعرفنا برساس بتاعه. هو بيحصل امتى بقى? هو بيبدأ احنا قلنا اللي الموريولا دي بتتكون في اليوم الثالث. وبعد كده البلاستيولا بتتكون في اليوم الخامس. بعد كده الزونابلوسيتات كاب بتفضل موجودة حوالين البلاستوسيست. او لما تمسك في اليوتراين كافتي بتتشال. وده بيحصل في اليوم السادس. يبا خدنا دلوقتي في اليوم الثالث موريولا اليوم الخامس البلاستيولا او البلاستوسيست. اليوم السادس اللي هو لوز اوفزة زونابلوسيتة. اليوم السابع بداية تكوين الامبلانتيشن بتفضل الامبلانتيشن دي بتحصل من اليوم السابع لغاية اليوم الحداشر. يبا اليوم الحداشر ده بيدي لك اللي هو الكمبيليت كومبيليت فورميشن اوفزة ايه اوفزة امبلانتيشن. يبا هي الاستيبس بتاعت ديان بتبدأ ديان اليوم الخامس ديان البلاستو الااديان بتهاجر والزونابليوسي ديان بتسابير يعني بتفقد فيه اليوم السادس وبعد كده احنا قلنا البلاستوسيست لها اوطر اسمها تروف سانسيتيو سيتو تروف بلاست ديان بتعملك بتعمل احنا الاندوميتريا افتر امبلانتيشن يعني بعد اما البلاستوسيستي بتمسك فيه بيعمل لك حاجة اسمها الديسيدواء او بيبقى اسمه الديسيدواء يبقى دلوقتي بعد اما حصل الامبلانتيشن حصل بقى عندك الديفرانشيشن او تطور الطبقة البرة بتاعة الخلايا اسمها التروفو بلاست لنعين من الخلايا اسمهم سانسيتيو تروفو بلاست وديا بتبقى برة وسانسيتيو ديا بحرف الاس ديا بتستخدم في ايه هي الهرمونات هرمون الاتسي سي جي طب وده بيعمل ايه ده بيفرز البروجستيرون اللي بيساعد على ايه على تطور الجنين بعد اما الجسم الاصفر بيضمر لان احنا عارفين من السنوي ان الجسم الافطر الجسم الاصفر بيضمر فيه بعد الشهر التالت وبيحل محله البلاسينتا مين اللي عندنا البلاسينتا بلاسينتا عبارة عن سانسيتيو تروفو بلاست وسايتو تروفو بلاست السنسيتيو تروفو بلاست هي اللي بايه بتفرز الهرمون البروجستيرون اللي بيساعد على نمو الجنين يباحنا دلوقتي اخدنا الامبلانتيشن عارفنا البروسيس بتاعته عارفنا الديفنيشن بتاعه اللي هو الامدينج امدينج امدينج يعني زراعة امدينج افزا امدينج افزا بلاستوسيست داخل اليوترين وال امدينج افزا بلاستوسيست انزا يوترين وال او انزا وعرفنا الصيد بتاعته بتاعته في الابر بار وعرفنا اللي هو بيبدأ في اليوم السابع وبيوصل للكومبيليت في اليوم الحداشر وعرفنا اللي هي الميجريشن او الحاجة اللي هو بيهاجر وبعد كده بيمسك في بطنط الراحل بيعمل لك ادهيجن بيعمل ادهيجن في اليوترين وال وبعد كده بيعمل انفيزيف يعني بيعمل لك اللي هي بيمسك في اليوترين في اليوترين جلنت بعد كده في الكتاب عندكم ذكر لكم الميكانيزم بعد اللي هي هيها نفس المراحل برض اللي هي بيقول لك اللي هي بعد كده ادهيجن اللي هي ان البلستوسيست بتمسك في اليوترين في اليوترين وبعد كده انفيزيف اللي هي بتختارك بتختارك الول بتاع بتاع الايه بتاع اليوترين جلانت. بدينا خدنا الامبلانتيشن. انا قلت لكم كلمتين كده في النص قلت لكم هي بتزرع في الابر بارت اوفزا بوستيريول والوفزا يوترين كافتي. ليه بيحصل كده? لان ده المكان الاساسي بتاعه. وعشان لو ما حصلش في المكان ده هيعمل لك اه بيعمل لك بريجنانسي او حمل في مناطق غير المناطق الاساسية بتاعته. قد تكون داخل الرحم او تكون خارج الرحم وهو ده اللي بعده اسمها الايه? اللي هي الابنورمل سايت اوفزا امبلانتيشن. ابنورمل سايت اوفزا امبلانتيشن ممكن تكون داخل الرحم وممكن تكون خارج الرحم. طيب خارج الرحم هتكون فين? ممكن تكون في الابدومين. برة خالص انت عندك ازاي جد ازاي جد مثلا اه البوايضة خرجت من اول حاجة ان هي بتبقى في الاوفري الاوفريان سايت ان الحيوانات المنوية بتوصل الاوفري وبايه? وابتكون لك الزاي جد داخل الاوفري. فبيعمل لك اوفريان بنجرانسي. طيب تاني منطقة ان عندك الاوفري بتقبى الاوفم بتخرج من الاوفري والحيوانات المنوية بتخرج من الفنبريا فبيكونوا لك زاي جد زاي جد خارج خارج اللي هي اليوترين كافيتي او بيبقى في الابدومين اسمه تالت حاجة ان الزاي جد بيتحد مع الاوفا وبيبيفضل موجود في في اليوترين وول فبيعمل لك تيوبال بريجنانسي. يبقى احنا دلوقتي خدنا تلات حاجات خدنا اللي هما اللي هي اكسترا او زراعة عملية زراعة الجنين خارج الرحم اللي هي بتبقى ابدومينل او بتبقى تيوبال او بتبقى اوفيريان. طب هي ممكن تتزرع داخل بطنط الراحل نفسها بس مش في الايه في الصيد بتاعها احنا قلنا الصيد بتاعها في الابر بارت اوفزا بوستيريور وول اوفزا يوترين كافيتي ممكن بتزرع في الايه في اللاترال بارت اوفزا يوترين كافيتي فاسمها بلاسينتا بريفيا لاتراليز 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 ديان بتاعت السنتر بتاعت اليوترين كافيتي اللي هي المنطقة بتبقى قريبة من الانترنال او اس اللي هي ايه الموست ديستال بارت او المنطقة البعيدة بتاعت اللي هي السيرفيكس يبا دي عندنا منطقة اسمها السيرفيكس ودي ايه ودي الديستال بارت بتاعتها اسمها الانترنال او اس هي بتمسك في الايه يعني ايه في السنتر بارت او في انترنال او اس يبا احنا دلوقتي خدنا الامبلانتيشن وخدنا الابنورمال سايت بتاعته او بتبه في بتبه تيوبا او بتبه او بتبه داخل الرحم ولكن مش في المناطق بتاعتها لا اما بتبه او بتبه او بتبه سنتراليز. يبقى دي اول كلمة قلتها لكم من الكلمتين قلتلك هقول لكم كلمتين في النص اول كلمة اللي هي اللي هي والنقطة التانية قلتلكم ان الافتر بيبقى اسمه ودلوقتي هنتكلم على الديسيدوى. ايه هي الديسيدوى? قلتلكم الاندوميتريام. ادي عندنا البلاستوسيستا هي وعندنا المسكت في البستيريور والوف زيوتراين كافيتي. اما اما مسكت في البستيريور والوف زيوتراين كافيتي او الاندوميتريام بتاع اليوتراين كافيتي بقى الاندوميتريام اسمه ديسيدوى. ديسيدوى يعني الاندوميتريام ادي عندنا الاندوميتريام هو دي ان اسمها الديسيدوى اللي هي الاندوميتريام افتر يبقى يبقى الديسيدوا ايه هي الديسيدوا is endometrium of the uterus after implantation اللي هي الاندومتريم اللي هي المنطقة الداخلية بتاعت الرحم of the uterus اللي هو الرحم after implantation يعني بعد زراعة الطب هل هي بتتكون من حاجات ولا هي منطقة واحدة لا بتتكون من تلات مناطق تلات مناطق ديسيدوا بيزالز ديسيدوا بيزالز ديسيدوا كابسولارز ديسيدوا بريتالز يبقى هي بتتكون من تلات مناطق مناطق اسمها ديسيدوا بيزالز ديسيدوا كابسولارز ديسيدوا بريتالز طيب عايزين يعرف كل واحدة الديسيدوا بيزالز هي بيقول لك part of the decidua between the blastocyst and the muscle all of the uterus يبقى هي part of the blastocyst ادي عندنا البلاستوسيست هون part of the blastocyst that connect او بيمسك between the blastocyst مع الايه؟ مع المسل والوف زيوترس ادي اليوترس المسل والوف زيوترس اللي اسمها الاندوميتريم هي بتمسك فيها فبتعملك ديسيدوا بيزالز يبقى ديسيدوا بيزالز part of the decidua that connect البلاستوسيست مع الايه؟ مع المسكولار والوف زيوترس بعد كده عندنا اللي هي ديسيدوا كابسولارز وديا ديسيدوا كابسولارز part of the decidua between البلاستوسيست and cavity of the a of the uterus هدي عندنا البلاستوسيست وuchi عندنا الكافيتي هي المنطقة اللي بتحوط البلاستوسيست المنطقة اللي بتحوط البلاستوسيست اسمها ايه؟ ديسيدوا كابسولارز ديسيدوا كابسولارز الى 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 ال براي تاليز هي طيب احنا دلوقتي عرفنا الايه? بتاعها. عرفنا بتنقسم الايه? بتاعها. بتدخل في تكوين الايه? اللي هي اللي هي يعني بتتصل بالاندوميتريم او بتتصل باليوترين وال دي بتدخل في تكوين البلاسينتا اللي هي بتغذي الجنين. اسمها الديسيدواء بيزاليز. اما الديسيدواء برايتاليز والديسيدواء كابسولاز والديسيدواء برايتاليز بيحصل لهم ايه? بيحصل لهم ديسابير. يبقى ازا احنا يا شباب دلوقتي اتكلمنا في المحاضرة دي عن كمراجعة بسيطة عليه. واكتلمنا على خدنا وقلنا بيتكون من تلاتة اللي هي والبنتريشن 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 والفيوجن مع عشان يكونوا الزيجوت. وده نتج عنده. عنده تكوين العدد الكامل من الكروموسومات ستة واربعين كروموسوم. وكوننا الزيجوت. وحددنا نوع الجنس سواء ميل اندي في ميل. ودخلنا في مرحلة اسمها اللي هي الفيرست الكليفج اللي هي الفيرست ويك افزا بريجنانسي. الكليفج اللي هي السيريوس افزا ميتوتيج ديفيجن. افزا زيجوت. بيتبقى خالية بعد كده اتنين. بعد كده ما توصل لستاشر اسمها المريولة. وحواليها الزونا بلوسدة. وديا بتحصل في اليوم التالي. بتتكوين من اوتر سلماس. واينر سلماس. الاينر سلماس ديان بتدخل في تكوين الجنين امبيريو بلاست. والخلايا اللي برا ديان بتدخل في تكوين البلاسينتة. بعد اما كوننا المريولة دخلنا في ستراكشور تاني بعده اسمها البلاستيولة او البلاستوسيست. والبلاستوسيست ديان هي هي نفس المريولة. بس فيها او فيها تكون كافيتي. الكافيتي اسمه بلاستوسيل. يبقى الكافيتي دا اسمه ايه? بلاستوسيل او بلاستوسيست الكافيتي والاوترسل وندنا الاوترسل اسمها التروفبلس والانيرسل اسمها الايه الامبريو بلس produk ديه بتدخل في تكوين الجنيل والتروفو بلس ديه بتدخل في تكوين البلسيلي죠. يبدأ دينا بعدها 확인 протاعة الغفران شيشان بتاعت البلسيس وهذا كلها بتب69 داخل الزونا بلسودة عشان تحافظ على 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 وجودهم داخل الزونا بلوسيدا فيسهل التكوين الجنين وديم بتصغر حجم الخلايا عشان تقرب من الحجم الطبيعي للخلايا وبتسهل اختراق بتسهل اختراق الاسبرم وبيعمل لك الايه اللي هو عن طريق اللي هو بينسمح بتكوين البلاستوسيل يبدأ اخدنا دلوقتي الموريولة واخدنا البلاستولا واخدنا الفنكشن بتاع الايه الزونا بلوسيدا بعد اما كونا البلاستوسيست بقى مش هتفضل ايه موجودة في النص لا هيحصل لها امبلانتيشن امبلانتيشن داخل بتانت الراحم وده بيحصل في اليوم السابع وبيوصل الكمبيليت ماتيوريشن او كومبيليت امبلانتيشن في اليوم الحداشر والامبلانتيشن بيحصل في البستيريولوفزا يوتراين كافيتي بيحصل في البستيريولوفزا يوتراين كافيتي عشان لو ما حصلش في البستيريولوفزا يوتراين كافيتي يحصل عندنا اللي هم اللي هم اللي هم لهما بتبقى في الابدومين او بتبقى تيوبل او بتبقى اوفيريان او بتبقى داخل الراحم بتبقى بالاسينتابريفيا لاتراليز مارجيناليز سنتراليز واخدنا الاندومتريام افطر من بلاستو سيست ادي عندنا البيلاستو سيست دي انه حصلت فيها امبلانتيشن كوننا حاجة اسمها الديسيدوى الديسيدوى دي الاندومتريام افطر من بيكون من 3 بارتس بيزاليز كابسولاريز برايتاليز البزالس ديان اللي هي بتتصل باليوترين والكابسولارس ديان حوالين بين البلاستوسيست واليوترين كافيتي والبرايتالس ديان اللاينينج الول بتاع اليوترين كافيتي الاتنين اللي بره اللي هم البرايتالس والكابسولارس دون ان بيحصل لهم ديس قبير بيختفوا واللي بتكمل اسمها عشان تدخل في تكوين البلاستينت وبكده يعني بخلصنا الفيرستويك اوزا بريجنانسي ان شاء الله في المحاضرات التانية هنكمل لغاية الفورث ويك شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته